الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد ولبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة سيدة ضافر الفيض الأستاذ في حوزة كربلا المقدسة فنرحب به سوية حياكم الله سيدنا وأنا نسألهم بكم حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم يحفظكم يبارك بكم سماحة السيد سيدنا من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج هداية السائل أو قبل لا أدخل بأسئلة الأخوة والأخوات أنا وهل السادة مشاهدي مشاهدين الكرام للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام مظاهرة أسفل الشاشة وكل ما يطرح على طابة البرنامج مساء الفقهية هي مطابقة لفتاوية الله العظم السيد صادق الحسين الشرازي أدام الله سماحة السيد بخصوص أحنا في الحلقات وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الأبراج وكذلك هنا السؤال الآتي من أحد المشاهدين يقول هل الاطلاع على الأبراج هذا محرم أم ماذا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد كما تفضلتم في السؤال حول مسألة الاطلاع على الأبراج إذا كان المقصود الاطلاع على علم الفلك وعلم الهيئة كما كان يسمى قديمان فهذا علم وهذا يمكن الاطلاع عليه بل ممكن الاستزاد منه والتخصص به كذلك لأنه علم من العلوم وفي حياتنا اليومية نحن نستفاد من هكذا علوم أما إذا كان الاطلاع على الأبراج كما هي مثلا موجودة في أذهان بعض الناس أنها مجرد تخيلات أو مجرد رجم بالغيب أو مجرد اطلاع على الغيب كما يذكر ذلك في بعض الجرائد والمجلات وكذلك الآن في بعض الفضائيات يقدم برنامج كامل في مسألة الأبراج وأنها سوف يكون كذا وسوف يحدث كذا هذا كله رجم بالغيب وليس علما حقيقة يعني في الحقيقة والواقع هذا الأخير ليس علما أبدا وإنما هو مجرد تسلية وتوقعات ليس لها واقع ممكن أن يلمس نعم هي مجرد تخيلات ومجرد أماني أن الشخص مثلا يتمنى أنه في المستقبل أن يكون لديه مثلا مال أو مثلا ينجح في حياة العملية ويقرأ ذلك في الأبراج هذا كله ليس له واقع بارك الله كذلك برنامج سؤال آخر من أحدث سيدات تقول أنه زواجي تم فقط بالمحكمة وما كان عقد مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم إذا مثلا أجري العقد عقد المحكمة بالشروط اللي يعني الشرع الإسلامي يرتضيها لا بأس بذلك يعني مو مجرد تمرين مو مجرد عفوا يعني مسائل روتينية تدار مثلا في دائرة المحاكم وبعد ذلك أخذوا الورقة وطلعوا لا لا بد من وجود شخص أو هم واثنيناتهم كل واحد واحد يعني مجيب والآخر قابل إجاب وقبول هذه من شرائط العقد يعني والواجبة أن يكون هناك إجاب وقبول بين الزوج والزوجة فإذا أجراؤها مثلا هذا الصيغة صيغة العقد إذا أجراؤها بينهم يعني بين الزوجة والزوج بدون تدخل أي شخص هذا عقد صحيح أو إذا قاضي المحكمة مثلا أجراها بينهم أو أي شخص آخر داخل المحكمة أجرى مسألة صيغة العقد بالشكل الصحيح هذا كافي ويكون عقد صحيح إذا هكذا جرى بالمحكمة فما يحتاج بعد إلى عقد كما يسمى بالعامية عقد المؤمن زين ما يحتاج سيدنا لأ أنا أطلب من جنابك شوي توضح المسألة يعني ببساطة يعني إحنا عادة بالمحاكم مرات يعني ما يكون بالصيغة اللي هي المعروفة اللي هو المؤمن اللي يجي يسويها بالبيت أو يروحون إلى فد مكان آخر مزار أو إلى أي مكان آخر ويعقدون فد فالصياغ معين إذا كان لا بس يا با مرات يعني هاي شكل أنت راضي بهذا كزوجت لأنه هو إجراء قانوني روتيني هذا الروتيني شنو المترتبات؟ طبعا هي مو صيغة هنا هذا اللي يجري مثلا الكاتب كاتب عدل أو قاضي أو موظف مثلا في المحكمة ملء للأوراق ليس إلا مزيح أما الصيغة فحينما تقول الزوجة يعني الصيغة الأصلية أو الحقيقية حينما تقول الزوجة زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا وكذا مثلا أو حاضره كذا وغائبه كذا أو معجله كذا ومؤخره كذا مثلا نعم والرجل يقول قبلت الزواج أو قبلت التزويج هاي هي صيغة العقد ما يحتاج بعد أكثر من هذا كافي ولكن ما أعتاد الناس على أنه هناك شخص مثلا يتباركون به كان يكون سيد أو شيخ أو شيخ عشيرة أو رجل مثلا متدين مبارك يتباركون به هذا لم يجي يريد يجري صيغة العقد يأخذ الوكالة من الزوجة من الابنية شنو يأخذ الوكالة يعني أن يقول لها أن أكون أنا وكيلة وكيلك نعم في الزواج تقبلين طبعا هي صيغة ما يقولها يقولها ترضينا يا فلان أن أكون وكيلك وعلى أن أزوجك إلى فلان بمهر وقدره كذا وكذا فإن رضيتي بذلك فقولي نعم يعني نعم على شنو نعم على أنه نعم وأنت وكيلي هكذا تقول المرأة نعم وأنت وكيلي يعني وكلت هذا الشيخ أو هذا السيد المبارك أو هذا الشخص اللي تباركون به على أنه يكون وكيلها في التزويج فهو يروح للزوج يقول له يقول له زوجتك موكلتي فإذن هو أخذ وكاله هنا هو مصيغة زواج هذه وإنما صيغة توكيل تمام فلما نيروح للزوج يقول له زوجتك موكلتي على المهر كذا وكذا أو المهر المعلوم إذا كان هو يسمع أو سامع للصيغة فذاك إذا قال قبلت خلص انتهت هاي صيغة زواج وهناك صيغ أخرى كثيرة طبعا لا يفوتني أنه أن أذكر للمشاهد الكريم إلى أن هناك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الزواج وأن رسول الله أراد أن يتضع الزواج يعني أن يكون بسيطا كشرب الماء إذا إذا اتفق شخصان على الزواج يكفي أن تقول الزواج زوجتك نفسي وذلك يقول قبلت خلص صارت مرت فأن يكون بسيطا هذا في كثير من الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مضمونها هو هذا أن يكون الزواج يعني بسيطا وأراد يعني رسول الله قالها بكل صراحة قالها أريد أن يتضع الزواج يعني أن يكون قليلا بسيطا كشربة الماء أحسن كذلك هناك سؤال آخر سماحت السيد هذا السؤال طبعا بخصوص ما هي المدة الشرعية لإفطام الطفل أو فاطمة الطفل بل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الفطام إذا ولد يعني من حين ولادته إلى مدة سنتين من عمره يعني من حين الولادة إلى سنتين من عمره هذه المدة شنو اللي يرتضع بيها من ثدي أمه أو من أي مرضعة أخرى بعد السنتين هذا بعد السنتين ما يهم ارتضع من أمه ارتضع من امرأة أخرى هذا الحليب بعد ما بفايدة وكذلك لا ينشر الحرمة إذا ارتضع من أمرأة أخرى بعد السنتين فبحكم السنتين من الولادة إلى وصوله إلى عمر السنتين هذه هو شنو اللي يرتضع بها أما الفطام فإذا ارتضع لحد السنتين بعد ذلك تقدر تفطمة سنة ونوص تقدر تفطمة طبعا حمله وفصاله في عامين كما في الآية سنتين هذه هي المدة اللي يمكن بها أن يرتضع ويفطم كذلك من قبل أمه ذكر أو أنتا ذكرا أو أنتا نعم كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد السؤال هو حول كيف تكون صلاة الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا صلاة الزيارة صلاة بسيطة ركع تين لوجه الله تعالى يعني أن ينوي أن يقول أصلي صلاة الزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى الله أكبر ويقرأ ما يشاء يعني بعد الحمد يقرأ ما يشاء من الصور صور صغار صور متوسطة الصور الكبار كيف بعدما ينتهي طبعا بالمناسبة أحب أن أذكر أن كل ما يذكر من الصلوات المستحبة في الكتب المعتبرة طبعا في هذا رمضان أكو في لياليها صلوات صلاة الزيارة أي صلاة مستحبة تصلى اثنين اثنين اكثر من اثنين ما تعتبر لأنه ما ما عدنا احنا اكثر من اثنين نعم مثلا يقال صلاة مثلا جعفر الطيار كذا مثلا صلاة هذا اليوم مثلا من رمضان كذا ركعة شنو معناها معناها أن تصليها ثنين اثنين مثلا مثلا يقول في أحد الأيام أن تصلي اثناء عشرة ركعة يعني شي معناها معناها ست مرات مثل صلاة الصباح اثنين 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 شنو مجموحين مجموحين اش قد اثناء عشرة ركعة هذا بالنسبة للصلاوات المستحبة ك compensate for two- zost صلاة الزيارة يعني هن ركعتين يبدأ بالتكبير النية قبلها كما ذكرت النية والتكبير ويقرأ ما يشاء بعد الفاتحة ويسلم ويتشهد ويسلم بعد السلام هنا يقول ثواب ما صليت أو ثواب هاتين الركعتين إلى مولاي أبا عبد الله مثلا أو إلى مولاي أبو الفضل العباس مثلا أو أي ضريع موجود تمام مثلا أمير المؤمنين هذا النص بعد انتهاء من الصلاة باعتبار أنه أنا أنوي ثواب ما صليت أبعثه إلى مولاي مثلا الإمام الكذائي مثلا عليه السلام وهكذا هذا هو المقصود من عنده هل ما ممكن بالبداية هي النية فالنية تكون مشتركة النية للصلاة أما بعث الثواب هذا بعد الصلاة بعد ما ينتهي أنه أنا ثواب ما صليت أنا يكون إلما للحسين عليه السلام مثلا ويشرك بعد ذلك المصلي أهله أو موتاه مثلا بالثواب والمؤمنين مثلا بالثواب وهكذا نزح أكو ناس يقول لك لا أحنا نريد يعني مثلا الموتاهم أو الوالدة يخصص له رقعتين وغير الباقيات هل هذا الأجر يكون مختلف؟ لا نفسه نفسه نفس الأجر نعم السيد الشيرازي حفظه الله نعم في إحدى كتوبه حول مسألة الثواب نعم طبعا ما أذكر أنا مفردات كلامه ولكن مضمونة ما مضمونة أنه إن قال المصلي مثلا أبعث في ثواب ما صليت إلى مولاي مثلا الإمام الحسين وجميع المؤمنين ومنهم مثلا والدي والدتي عمي عمتي أختي أخي مثلا الأحياء والأموات الثواب والأجر يذهب للجميع بصورة متساوية مو واحد أنقص من الثاني مثلا يعني التعامل ويا الكريم بادي أحسنتم ويا من واحد يتعامل يتعامل مع الكريم والكريم هذه خصاله بادي أحسنتم كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد ما حكم دفن الميت ليلا بادي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما بها يعني ما بها شيء واحد ليس عليه شيء واحد مثلا أن يدفن الميت ليلا نعم دفنت الزهراء عليها السلام روحي لها الفدة ليلا يعني بعض أصحاب الأم عليه الصلاة والسلام دفنوا ليلا فما بها يعني مثلا حكم كراها أو غير كذا نعم ولكن يقول لك أنه الميت يتأذى من منكر ونكير والله إذا كان هذا الميت يعني في حياته مسوي ما نسوي خلق بعد إحنا نطلب إلى الرحمة مثلا بالليل ولا بنها زي ما نخفف منكر ونكير عنه العساب أكثر من هذا مش نقدر نسوي قابل نطبه بقبرة مثلا نحميه ما نقدر ولكن إذا واحد استعد إلى هذا الموقف من حياته يعني الآن وأنت حي ترزق تستعد لذلك الموقف بمن تستعد؟ تستعد بها بعفة عفة نفس زين وتستعد بها بالصدقات بصلة الرحم بالإحسان إلى الأهل إلى الزوجة كل هذه الأمور هي توجي الإنسان في القبر وفي عالم البرزخ مو صلاة والصوم الصلاة والصوم إلى حساب آخر في غير مكان لا ربما هنا لا ربما في غير مكان ولكن الأعمال هنا تفيد في مسألة هذا الصحابي اللي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدفنه بيده باشرة دفنه بيده وأمه كانت موجودة قالت هنيئا لك يا ولدي قام رسول الله بنفسه بتجهيزك ودفنك رد عليها رسول الله طبعا أنا الرواية بالمضمونة أرويها قال لها ولكن هاي هات هذا الرجل الآن يعذب لأنه كان شديد مع أهله مع زوجته مع أهله مع عياله طبعا هي مذكورة في الرواية شديدا مع عياله إذن شنو اللي ينجي في القبر في ذلك الموقف الشديد أن يكون الإنسان هين لين بشوش ضحوك زيان مع أهله ما يدخل النكد ولا يدخل الزعل مثلا عليهم يشوف حوائجهم شنو هي يقضي لهم حوائجهم هذا هو اللي ينجي في ذلك الموقف الشديد اللي هسا حاليا تابع وقاعد يشوف البرنامج بث مباشر وهو للأسف سيء مع أهله لو قلو بالقناة لو يتلفت يمنى وينسرى خف الزحم وفشل علي فكلمة لهذه الشخصيات طبعا أنا يعني أقدم كلمة إلى أهلنا أصحابنا أصحاب المرؤة المؤمنين خيرا لك أن تذهب من هذه الحياة مؤمنا أو أن تذهب مثلا كما يقال رجلا لأنه أكثر الأشخاص حقيقة اللي يسيء معاملة الأهل يحسبها رجولة هي هاي المشكلة يقول لها يعني رجال لازم أثبت شخصيتي أثبات الشخصية مو بالعنف مو أنه تتبكت بأهلك أو تعنفهم أنت هنا تثبت رجولتك لا تثبت رجولتك في أنه أنت سيد البيت في المصرف سيد البيت بالرأي سيد البيت بقضاء الحوائج مو بالعنف يعني العنف لا يأتي بأي نتيجة بالعكس العنف يأتي بنتائج معاكسة أحسنتم سماحا سيد أحد الأخوة يسأل جنابك يقول أنه أنا ما أدفع أجور الكهرباء أو جباية الكهرباء فما هو تكليفه أو ما هو الحكم فيه هذا مع العلم وفق العذر اللي هو عنده يقول هي وين هالكهرباء اللي أنا أمطي للدولة بسم الله الرحمن الرحيم ما دام أكو يعني اشتراك وما دام أكو كهرباء ده تجيك وميزاني ده تشتغل وشركة دات يعني شركة الكهرباء أو وزارة الكهرباء دات الطيق كهرباء فيجب على المؤمن أن يسدد هذا ما عليه ما بذمته إلى الدولة ومخالفة القوانين حقيقة يعني مراجعنا الله يحفظهم يقولون لا يجوز مخالفة قوانين الدولة وإن كان ماكو كهرباء هسا ماكو كهرباء أصلاً أو ماكو كهرباء مثلاً جزئاً المفروض إذا مثلاً مسجل يعني إذا أجدتك الكهرباء اعطي هذه الميزانية رح تتحرك فإذا تحركت سجلت عليك هذا اللي سجلت عليك لازم يكون الدفعة سواء كان دينار أو سواء كان مئة دينار مثلاً هذه نفسها نفس أجور المايا نفس أجور المايا وغيرها البلدية وإلى آخر أحسنتم كذلك سؤال بخصوص الرشوة سماحت السيد السيد يسأل يقول هل يجوز أنه إذا تأخرت المعاملة أنه ندفع هذه المعاملة بمبلغ من المال بسم الله الرحمن الرحيم أنا هذا السؤال طرح علي أكثر من مرة وحقيقة ينبغي للمشاهد الكريم أن يعلم أو يعرف بالأساس شنو معنى رشوة لأنه يختلط هذا المفهوم في يعني في مسألة إعطاء المال لتمشية معاملة مثلاً الرشوة أو هذا المسمى هو مال يعطى إلى القاضي لأجل الحكم لأجل أن يحكم مثلاً له أو يحكم له القاضي هذا اللي إحنا في مفهوم الرشوة الحقيقية أما إعطاء المال مثلاً لشخص حتى يسهل أمور معاملة كأن يكون مثلاً من خارج الدائرة الحكومية أو من داخل الدائرة الحكومية من خارج الدائرة الحكومية مثلاً معاملة هذه معاملة أنا أتعامل وياك على أنه تسهل لهذه المسألة فأمطيك فلوس غير هو موظف أجرة هذا إذا كان خارج الدائرة داني تكلم معاقب هذا كان يكون معاقب مثلاً أو أي شخص فأنا هذا يضطيت إياه مو رشوة إنما أجرة أما اللي يقعد داخل الدائرة موظف بالدائرة هذا يعطى راتب من قبل الدولة هذا ما مفروض بي إنه يأخذ شنو؟ يأخذ أموال لأجل تسهيل معاملة مو صحيح؟ إذن هاي الأموال التي تُعطى له أموال مصحيحة بل لا وجه لها وتعتبر من إضاعة المال وإضاعة المال حرام إذن هي ما تسمى رشوة وإنما شنو؟ حرمتها جاي منين من أنها إضاعة للمال بقى شنو عندنا أنه لو لو دعت الضرورة يعني الضرورة القصوى دعت إلى أن أنه يعطي هذا المال لأجل هذا الشخص تمام؟ فقط في الضرورة القصوى نعم ممكن أنه ينطي فلوس ولكن شنو؟ الإثم مو عليه الإثم على الآخذ أما إذا ماكو ضرورة لا الإثم عليه والإثم على الآخذ أيضاً نأخذ هذا الاتصال وإيانا أميرة من بغداد السلام عليكم يا أميرة السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أميرة حياكم الله السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام々 كونتورول إذا أمكن شوي السلام حياكم الله يا أمير أهلا وسلم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا أهلا وسلم عندي السؤال الأول عندي والدتي يعني صار للوالدي متوصي صار لسبح سنوات والحد الآن يعني بقاع علي الشديد يعني ما تبطل بك علي فشنو هاي حكمة والسؤال الثاني أنه أنا أشتغل بدائرة مرة أجدت تنسة العضايا يمي وصار لها تقريبا سنة من شهر السابق والحد من الآن فما أعرف شون أصدر في نوعاني نعم يحياكم الله شكرا يحفظكم الله أنا وعينه الله يشك نعم سماحك سيد مثل ما سمعت سؤال الأخت أميرة سؤال الأول أنه والدتها توفى ولكن والدتها صار سبع سنوات هي حزينة نعم وتذكر الحجي وأيامهم الحلوة ولكن هذا الذكريات بدموع وألم وفراق وعذاب إلى آخر بسم الله الرحمن الرحيم هذا جائز يعني لأنه هي عواطف إنسانية ما عدنا إحنا حكم للمسألة العواطف الإنسانية الإنسان يريد يبتشي مثلا على فراق عزيز عليه أو أن يتذكر أو كل ما يتذكره يبكي مثلا هذا ما ممنوع ما عليه مثلا حكم لكن مسألة لبس السواد لو كانت تلبس السواد لا السواد يكره لبس السواد أكثر من ثلاثة أيام على الميت وكلما يعني مرت الأيام والإنسان لابس السواد تشتد الكراها أكثر نعم أما السؤال الثاني بخصوص أنه أحد النساء نسأت عبايتها يم الأخت أميرة وصار سنة شنو لازم تتصرف كانت تتعرف بيها طبعا هذه أو ما تعرف بيها يعني يجوز لها أن تتملكها وسعر هذه العباية تنطيها إلى الحاكم الشرعي أحسنتم أو تتصدق بالنيابة عنها أحسنتم شكرا لكم سماحا سيد خذ مرحبا في هذا الأستاذ في حوزة كربع مقدسة مهلا وصحب الله بارك بيك مشاهدين الأحباء وصلنا لكم إلى ختام هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن ومحكم القرآن ترجمة نانسي قنقر